يا عرب حضراتكم مرة اخرى زي ما قلت لكم في بداية الحلقة اليوم يوم مارس الكولر اليوم يوم وفي رقم عشرة نتحدث عنه نتكلم عنه ازاي يوصل لهذه الانجازات السريعة جدا مع النادي الاهلي وزي ما قلت لكم قبل الفاصل محمد جمال محضر حاجات مهمة جدا عن مارس الكولر بالتأكيد ضيف عزيز كالعادة الجيمي بنول الدنيا حبيبي يا كمي مبسوط ان انا موجود معك كالعادة كل امرك حلوة زي الفول مبسوط زي الفول بيولو مارس الكولر مش كويس اه عادي يعني اللي عايز يشوف مارس الكولر بصورته الحقيقية ايوه بصورته الحقيقية ايوه اللي فيها بعض الجوانب الناس ما تبعيتهاشه مع المكاسب والانتصارات انا لو بس بهزل كل حد يفاكرني بكاسب احنا فاهم احنا فاهم احنا عشان كده اتراكش ده كويس اتراك اللي عايز ي نجاحه ده جيب الصدفة ولا مسيرة شخصية تكوين كولر هو طالب نجاح دايما بيسعى لنجاح كولر هو صنع مجد العديد من الفرق كولر هو اكتر شخصية انا تبعتها عن كاسب كمدرب عمر منتد على نفسه قابلته عقبات كتير جدا 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 في خلال مسيرته حتى كلها ودبن الحاجات اللي الناس بتعرفاش عن كولر ان كولر كمدرب هو مدرب متعود على الالقاب فهو يعي جيدا انه يبقى فرقة كبيرة بتدور على كل شيء الراجل ما تخدش الراجل مع جرى سوبرز واخد سبع دوري سبع دوري خمسة كاس جرى سوبر سويسر كلاعد نتكلم على العديد من البطولات فالراجل عارف يعني ايه بطولة لك انت تخيل انه مارسي الكولر ده كريم انا قلت لك في المقدمة انه عمل ريمونتاد على نفسه كتير اول حاجة تقالت لما جي مارسي الكولر ده راجل بقاله سنتين ما بيدربش الناس ما دورتش ما سألتش وليه بقاله سنتين ما بيدربش الراجل كان عنده اصابات عديدة خلينا اقول لك يمكن الناس تستغرب اللي انا هقوله لك دلوقتي ده مارسي الكولر في ما صرته كلاعب اللي استمرت من سبعتاشر لتمنتاشر سنة جالوا سبعتاشر اصابة كبيرة جالوا اتنين وطر اكيليس وخليني اقول لك مارسي الكولر بدأ اللعب على المستوى الاحترافي في نهاية فترة السبعينات فترة التامرينات بالكامل لحد موسم 95 سيئة وتسعين فبكلمك على وقت الطب لما يكن فيه متطور بهذا الشكل اصابة واحدة من دول كانت تكفي اي لاعب ما عندوش ارادة وشخصية انه يرجع تاني انه مارجعش جالوا اتنين وطر اكيليس اصابة في الرباط الصريبي اصابة على صعيد القصبة او الشازية بكسر ارتجاج في الرأس مرتين كسر في الانف كل ما كلمك فيه ده مسيرة راجل كل مرة كان بيرجع منها قوة من الاول فضل لحد ما كان قائد لجراس هوبرز مارسي الكولر يا كريم هو صنع مجد صنع مجد وصنع التاريخ دي مش اول محطة مارسي الكولر في اول محطاته التدريبية هو بيدرب فريق في سويسرا فريق في شرق سويسرا فريق صغير سانت جالين فريق رجعوا تاني للوجهة اعادوا للحياة بعد قرن ستة وتسعين سنة ما كانش يقدر ياخد الدور السويسري رجعهم وما في رقع ما كانش بتتجاوز التصويت الادوار الاولى لانه كان بيتلعب الدور السويسري فوقتها على مرحلتين همرا ما كان بتتجاوز ادروا ان يقودهم في تجربة التدريبية في بداية ما سرته سنة 2000 انهم ياخدوا الدور السويسري بعد ستة وتسعين سنة فالراجل نجاحه لم يأتي بالصدفة الراجل حتى هذه اللحظة يقول لك هو صانع تاريخ الكرة النمساوية هو صانع النهضة في الكرة النمساوية مش قولك بقى لعيبة كتير اكتشفها وعمل وسو لانه يقولك على القاب الراجل ده اكتسبها على مدار مسيرته الاصابات الكتير هي اللي عودته واحدة منهم اثر حادث حصلوا فيه عشرين تسعتاشر موسم عشرين تسعتاشر عشرين وخلاسها ببازل ففي عشرين عشرين الراجل اضطر انه يسيب التدريب لحد ما يتعافى من هذه الاصابة الراجل ده ما عادش في بيتهم لانهم درب قليل الراجل ده كل اللي انا بكلمك فيه ده مسيرة من النجاحات ومسيرة من تجاوض العقبات كل ده كانت مقدمات تهيئه لانه يكون على هذه الحالة يكون نجاحه مش اقول مضمون ما فيش سوابت في الكرة لكن كل المقدمات بتقول الراجل ده هيجي يعمل حاجة هيجي يقدم كتير مع النادي الاهلي النادي الاهلي من قبل مارسل كولر وبعد مارسل كولر سيظل كبير القوم في افريقيا شاء من شاء وابا من ابا وصاحب كل الارقام سواء في افريقيا او على الصعيد المحلي لكن انه خلال هذه الحلقة هنتكلم على انه الراجل عمل تحولات في مسيرة ناس كتير لعيبة راحت من انها هتمشي من النادي الاهلي الى نجوم شباك مارسل كولر يا كريم النهاردة بيصارع انه يعمل رقم تاريخي بعد ما اعمل اكتر من رقم تاريخي مارسل كولر النهاردة هو صاحب الريكورد الاعلى في موسم واحد من الكلين شيت على مدار التاريخ النادي الاهلي مارسل كولر واحطه ما بين قصين عشان الناس كتب بتتكلم على النقل طريق كسر العلم للاندية لان مش هحطها في حسابات اي مدرب انه اقوله انت ما كسبتش كسر العلم للاندية فدي تتحسيب لك ان انت خدت بطوله ولا ما كدتش بطوله على صعيد كل البطولات المتاحة والممكنة لاول مرة في تاريخ النادي الاهلي في تاريخ اي مدرب في مصر في تاريخ اي مدرب في موسمه الاول يحقل علامة كاملة خمس بطولات على خمسة الراجل ده كمان لازال بيصارع من اجل مزيد من الارقام القياسية وهو بيعمل تدوير خلنا فجعك مفاجأة مفيش لعب باستثناء اي من اشرف وحطه ما بين قصين لانه سبيشال كيس لم يشترك هذا الموسم مع مارسل كولر ولا لعب الراجل استخدم لاعبي بمنتقى الحرفية كل لعب كان بياخد عدد دقيق حسب حالته حسب الكواليتي حسب التجهيز حسب حكة الفريق حسب عدد اللاعبين في كل مركز تبقى للقياسات اللي الراجل اشتغل بها في اول الموسم الراجل جيشها في لعب فين عشان يقدر يكمل الموسم عمل عملية التدوير بشكل ممتاز راح لاعبي عمل قياسات في بداية كل موسم